أعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى مقاومة عنيفة إيران قد قدمت تصريحا قويا بعد الجهود الأخيرة لفرض العقوبات حقيقة أن آثار العقوبات آثار بالحد الأدنى لأن أي عقوبات على شركات أو على حتى أفراد وأرصدتهم في الولايات المتحدة أو في أوروبا يبدو بأن الإيرانيين قد فصلوا هذه العلاقات منذ زمن بعيد وهم يعتمدون على أنفسهم ولكن حقيقة هذه العقوبات هي عقوبات رمزية وهذه الرمزية تأتي في هذا الوقت لتري إيران بأن الولايات المتحدة لا تريد فعلا أو إنها تحاول حقيقة بأن تستمر بفرض الضغط الذي بدأ تحت دونالد ترمب وأنها لن تقلل من هذه العقوبات وقد يكون ذلك سببا ليدفعهم بسرعة للعودة إلى طولة المفاوضات وإجراء حديث مباشر لأنهم لغاية الآن كانت الحوارات كلها أو المحادثات بشكل غير مباشر من خلال الموقعين على هذه الاتفاقية الاتفاقية النووية ولكن لم يكن هناك مفاوضون أمريكيون إيرانيون يجلسون مباشرة مقابل بعضهم على الطاولة وقد يتأجل ذلك حتى أكثر ولغاية أن يتم ربما تطبيق المزيد من العقوبات قد يقول الإيرانيون سوف نلتقي في شهر نوفمبر قبل العقوبات ولكن نتيجة لهذه الجولة الأخيرة من العقوبات والتي هي رمزية أكثر وأعتقد أن ذلك سوف يؤجلها إلى أجل غير مسمى